لك أنا بس اللي بدي افهمه شلونه بيخطر لأمك إن تحطنا بهيك موقف طيب إذا بابا مو حابب يروح ليش عم تصري عليه كتير ماما؟ لأنه أسراره خلى أسراري يزيد آه يعني كل شي حابين تقلبوله مكاسرة طيب ماما خديني أنا معك بدل بابا لا لصغار ممنوع بس بدي افهم ليش؟ وحضرتك شو بدك تعرفي؟ إيه أنت ما عندك شيء علاقة بالمستقبل والطموح وإنت شو عرفك؟ يعني أنت اللي كلك طموحات في نطامنك رح تضل متل ما أنت طالما تفكيرك ما بيطلع لبرات هالشاشة المربعة هالشاشة المربعة هي طموح العالم يا طموحة بس بدك عقل يفكر هلأ خلصنا انتوا إياها نحنا منقلبها مكاسرة يا رامي هاي الشغلة وراسية بابا مو نحنا منتحكم فيها هيك لك خلينا نثبتهم للولاد إنه نحنا أحسن منه وما منختلف أبدا كان بيودي يا مكدا بس حقيقة ما بيقدر معناته أكيد مخبي شيء وخايف حدا يكشفه ماني مخبي شيء شو بدي خبي يعني؟ الليكون عداوة كار بابا عداوة كار؟ ايه بينك وبين أم عزيز مو هي بتشوف المستقبل؟ يا عبقرية شو جاب التنبؤ الجوي لهالشغلة؟ والله هي ما خطرت على بالي صحين أجيب ليكون مفتكر إنه أم عزيز رح تنافسك يعني الحقيقة أنت وبنتك أزك من بعض لكن ليش ما بدك تروح؟ لأنه هلأ عدلات المحترمين لحلاء وفرصة للبروزة عرفتي ليش ما بدي روح؟ وليش لحتى يتبروزوه؟ يعني ما بتعرفي صهرك مالك ولا عادل لكل هذا برهوم كل واحد فيهم بيلاقي طريقة يتبروز فيها لك كيف ما بعرف؟ وليش لحتى تسمح لهم؟ لا نجيب سمح لي إلاك هيئلة ثقة بالنفس إيه لا إيه أنا واسق من نفسي أكتر منهم كلهم لكن خلينا نروح شكرا شكرا